فاتقوا الله عباد الله واطلبوا الصاحب الطيب فقد كان سلفكم الصالح يطلبون الصحبة حتى في دعائهم فهذا القمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء إذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا يسأل الذي جلس بجانبه من أنت قال أبو الدرداء قلت إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي قال من من أنت قال من أهل الكوفة فسأله عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ وأعطى معه فيما يفيد دينه ودنياه هكذا كان حرصهم على الصحبة الطيبة يدعو أحدهم الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا وهذا حريث بن قبيصة رحمه الله قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب جل وعلا أنظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما أنقصه من الفريضة حتى يكون سائر عمله على ذلك شكرا